منتخب السعودية الفيرونار هذه هي حلاوة الكرة هذه هي حلاوة كرة القدم المنتخب السعودي يقنع ويمتع ويحرج ميسي ورفاقه ويحقق ريمونتادة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة معنا ويتمكن من افتتاح اول لقاء له في المونديال بانتصار تاريخي على حساب المنتخب الارجنطيني شيء قريب يعني ما قدش نقول مستحيل لا مستحيل في كرة القدم لان اليوم منتخب السعودي من بعد متقريبا اكثر من 90% راهنه على ان المنتخب الارجنطيني غينتاصر وبيحصة كبيرة البالي حضرت واحدة استطلاع ديال الرأي في الفيسبوك والانستجرام ونسبة كبيرة من الجمهور ارجنطيني غتربح بخمسة ارجنطيني غتربح بستة ارجنطين غتربح بربعة يعني كل تقريبا نسبة كبيرة اكثر من 90% كانوا واتقين على ان المنتخب الارجنطيني غينتاصر ماشي غينتاصر فقط غينتاصر وبحصة كبيرة على المنتخب السعودي ومزرية اللقاء كانت تحيي بذلك هدف سجل ميسي في الصوت الاول واعتقد الجميع على ان المنتخب الارجنطيني يسير بخطة تابتة باش يحقق انتصار بدون عواقب وبدون مشاكل على حساب المنتخب السعودي ولكن لما تكون عندك لاعبين واتقين في الامكانيات ديالهم لاعبين جايين باش يتقاتلوا على حساب القميس على حساب الوطن اكيد على ان الامور تختلف ولما تكون عندك مدرب كبير في بنك الاحتياط يعرف من اين تؤكل الكاتف ويعرف كيف يحمس اللاعبين كانت تحدث على ايرفيرونار ايرفيرونار مثال للمدربين الكبار يستحق الاشياء والتقدير ونحن كان عرفوه هذا المدرب بزاف بحكم على ان كانت عندنا معها تجربة مع المنتخب الوطني المغربي في كأس العالمي دازك اكيد على ان المنتخب الوطني المغربي قدم اداء مزيان ولكن نتائج ما كانتش مزيانة هذا اول اداء المشرف اللي كان هضر عليه انا هذا اول اداء المشرف اللي كان هضر عليه اداء مقرون بالنتيجة الان يمكننا نقوله على ان المنتخب السعودي شرف العارم لعب مزيان وترجم ذلك اللعب دياله بتحقيق انتصار غير تذكروا التاريخ انتصار على حساب المنتخب الارجنتيني اللي داخل داخل هاد كأس العالم بهدف المنافس على اللقب خصوصا على ان ميسي من المتوقع لانه يلعب اخر كأس العالم هذا اداء المشرف هنا يمكننا نقوله لان المنتخب السعودي شرف سعودية وشرف العرب يعني صراحة اليوم المستوى الكبير اللي قدموه اللاعبين دي للمنتخب السعودي يستحق الاشياء هذا والتقدير خصوصا حارس المرمى حارس المرمى كنا نحسه داخل رقعة الملعب على انه مستعد على انه يضحيب الروح دياله من اجل على ان المنتخب السعودي يخرج بالنقاط الكاملة يعني شوط الاول المنتخب الارجنتيني كان هو الطرف الافضل سجيل هدف عن طريق اللاعب ميسي ضربة جيازة سجيل هدف اخر الغاهو الفار بداعي التسلل شوط الثاني المنتخب السعودي يدخل بوجه اخر وليوم كل اول مرة نشوف فارق عربي عنده داك النجاعة الهجومية بالرغم على ان المنتخب السعودي ما خلقش فرص كتيرة في اللقاء ولكن ترجم الفرص اللي خلقها الاهداف وهذه هي الكورة كورة قلب ما كتعترف لبس سيطارة ما كتعترف حتى شي بحاجة كتعترف بلغة الاهداف وهذا الشي اللي داروا المنتخب السعودي اني صراحة مهما تحددت على هذه اللاعبين ما غاديش نعطيهم حقهم وانا اليوم كبغريبي حسيت بالفخر وانا كنتفرج في المنتخب السعودي حسيت على ان المنتخب السعودي كيمتنا جميعا كعرب يعني من بعد البداية المتعترة يعني شفنا المنتخب القطاري خسر في المقابلة الفتتاحية من بعد يوم امس المنتخب دي السينيغال بطال افراقية خسر ضده المنتخب الهولندي برغم لانه قدموا مقابلة كبيرة اليوم المنتخب السعودي كيدير واحد الرفانش كيدير واحد العودة كيدير واحد المنطادة كيبغي يوصر واحد الميساج جميع الفرق الاخرى لان الفرق العربية والفرق الافراقية حاضرين موجودين وان شاء الله تكون هذي مجرد انطلاقة باش نشوفوا المنتخبات العربية الاخرى تشرفنا وتحقق نتائج ايجابية يعني اليوم في الشوط الثاني منتخب السعودي دار كل شي في الكورة خصوصا فيما يخص القتالية خصوصا فيما يخص القتالية حسين على ان اللاعبين كيتمرمدوا داخل ارضية المنعب حسين على ان اللاعبين ككتلة واحدة حسين على ان اللاعبين كيسبقوا مصلحة الجماعة على المصلحة الفرضية حارس المرمات قريبا صراحة اليوم الحارس جمعت فيه نوير وجمعت فيه كاسياس وجمعت فيه طولدو وجمعوا فيه أفضل الحراس الحارس اليوم وقفوا التسد مانيع امانة هجمات المنتخب الارجنطيني المدجج بالنجوم انه غير فخ формة وقبل ان يصل الارجنطين رفقة البي ايجي فى صناعة اللاعب على تشجيل الاداف حتى شي واحد اليوم ماء تم كراهن على المنتخب السعودي 은 حتى شي واحد ماء طوال وان المنتخب السعودي налиually never going to norm ولكن غير البح بحصة كبيرة صراحة المنتخب السعودي يستحق على أن نشجعه يستحق على أن نصفقه عليه المدرب إيرفيرونار يتبت يوم بعد يوم على أنه مدرب كبير ما ستحدث عن هذا المدرب؟ قال لك على أنه مدرب ليس مدرب النتائج مدرب يقدم لك أداء مزيان ولكن لا يعطي نتائج اليوم هذا المدرب تيرد على المشككين ويتبت على أنه مدرب من العياد الطاقيل بتشكيل لعبين ديالات قريباً أغلبية كي لعبوا في الخالج يتمكنوا من تحقيق انتصار مستحق على المنتخب الأرجنتيني بهذا الانتصار يمكننا نقول على أن المنتخب السعودي قلب هذه المجموعة رأساً على عقب المنتخب الأرجنتيني أصبح مهدد من الخروج من مرحلة المجموعات عنده جوجل لقاءات ضد مكسيك وضد بولندا المنتخب السعودي محتاج على أنه ينسى هذا اللقاء ويفكر في ما هو قادم من اللقاءات على الأقل يعني يخرج بتلاسة النقاط أخرى من جوجل اللقاءات تمكنه من تحقيق تأهل تاريخي الدور الثاني في كأس لهذه دعوني الأراءات في التعليقات فيما يخص الأداء اليوم للمنتخب السعودي اللي صراحة بهرنا كاملين كعرب حسينا بالفخر حسينا على أن المنتخبات العربية لأمنوا بالإمكانياتهم قادرين على أنهم يدخلوا ويحققوا النتائج المطلوبة إذا أعجبتكم الحلقة كما أول عادة لا تنسوا ش تدعمونا بلايك لما تشكش في القناة دينا اشتركوا فعل جرس تنبيات بيج دائمين وصلاك تجديد أول بأول كان معكم الريدنا من قناة كورافينز و ألف مبروك للمنتخب السعودي و ألف مبروك للجماهير السعودية سلام الله عليك اشتركوا في القناة